في تطور مفاجئ قد يغير الحسابات في شمال غرب سوريا حدث سبقه مؤشرات إذ وللمرة الأولى يضرب تفجير بعربة ملغمة نقطة عسكرية تركية في سلة الزهور قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب يقول الجيش الوطني إن اثنين من عناصره قتلاء وأصيب اثنان من الجيش التركي وإن العربة انفجرت قبل وصولها إلى نقطة المراقبة لكن الفعل بحد ذاته هو تطور لافت في منطقة أضحت كل السيناريوهات مطروحة فيها سبق لأنقراء قالت إن مجموعات راديكالية تنشط في إدلب وإنها تنسق مع موسكو مسألة تلك الجماعات لكنها لم تسمها رغم خروج جماعة تطلق على نفسها اسم كتائب خطاب الشيشاني وتبنيها أكثر من مرة عمليات استهداف عربات تركية وأخرى روسية على طريق حلب اللاثقية وربما تكون هذه الكتائب وجهة غير حقيقية لجهات أخرى تنشط على الأرض ولا تريد أن تضع نفسها في صدام مباشر مع الأتراك خصوصا من الجماعات التي تختلف حتى مع هيئة تحرير الشام كحراس الدين وجند الأقصى وأنصار التوحيد التفجير في النقطة التركية سبقه إرهاصات كثيرة آخرها ليس ببعيد استهداف الدوريات المشتركة التركية الروسية أكثر من مرة على طريق حلب اللاثقية وثم تم يربط بين الحدثين الذين يهدفان لنتيجة واحدة إحداث الفوضى وتدمير الاتفاق الهش الموقع في المنطقة وهو أمر أكدت أنقرة أكثر من مرة على عزمها منع حدوث ذلك فكيف ترد وبأي شكل يكون ذلك؟ وما الدور الروسي هنا؟ وهو الذي يبحث عن شماعة للتمدد أكثر مع النظام تحت غطاء نشاط الجماعات الراديكالية وفشل تركيا في إنهاء ملفها